السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعيني الحلوين ازايكم عاملين اي يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا اردر حلوة قوي تابعوا معي الفيديو الاخر متنسونيش بلايك واشتراك للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله نريد عندنا اردر حلو وحيد ان شاء الله يعجبكم تعالوا بقى كده ايه نشوف هنعملنا ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستشدعوة اخواتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم ويزيحي الغمة وينصرهم نصرا يتعجب له اهل الارض واهل السماء وولدنا في السنوية العامة ربنا يا رب ينجحهم وان شاء الله النتيجة تفرح اهليهم وتكبر بخاطر اهليهم بحق السنة كلها لتعب ومصاريف وكل حاجة يعني تعالوا بقى ايه نشوف هنعملت ايه بصوا بقى جبت بولتين كده زي ما انتو شايفين وحطيت في كل واحدة تلات بضات وحطيت كباية ونص من السكر ورشة من الفينيلي ومع علاقة صغيرة من الخل حبدأ بقى اضرب الكلام ده كله مع بعض زي ما انتو شايفين بالهند بلندر او لو عندك مضرب كهربائي ما عندكيش ولا مضرب كهربائي ولا هند بلندر في الخلاط ما عندكيش خلاط بالمضرب العادي اللي هو اليدوي ده تمام بس كده انا يضبك بس حضرة بالبيت بالسكر لغاية لما اللون هم يفتحي شوية وخلاص انا قلت عامل ايه المطلوب مني النهاردة كيكتين نعمل كيكتين بقى للفطار او كيكت الشاي بطريقة سهلة وان شاء الله هيتعجبكم بصوا بقى زي ما قلت لكم تلات بضوت في كل بولة ومعاها معلقة من الخل وشوية من الفانيليا وكباية ونص من السكر تمام ضربتهم كده لغاية لما القوم افتحه وبعد كده بقى حنزل عليهم بكباية اللي ربع من الزيت او السمنة او الزيت على سمنة انا ايسى كل حاجة بالكباية المعيارية طبعا انت ممكن تقيسب كباية الشاي العادي او كباية اللي ربع عايز اقول لكم كمان انا مسياحة زبدة دي زبدة وايه مسياحة هيضبك فكتها عن نور بس لو عندك سمنة بلدي حطي لو عندك زيت اي اي حاجة المهم اللي هي مادة دهنية وبعد كده بقى ايه نزلت بكباية من الزبادي او علبة من الزبادي زي ما انتم شايفين وضيبت الكلام ده كله مع بعضو هنا كباية هنا علبة زبادي وهنا علبة زبادي بس الحجم الكبير برضو حقيص الزبادي بالايه بالكباية اللي انا قست بيها السكر وحقيص بيها الدقيق تمام بس انا عارفة وزن علبة الزبادي دي بتاخد الكباية يعني تمام بعد كده بقى ايه حبدأ حط المكونات الجفة طيب المكونات الجفة عبرية عن ايه كبايتين ونص من الدقيق مع كيس بيكانج بوضع بس كده وخلاص على كده كده بقى الكيكات خلصت معي وعايز اقول لكم بقى تطلع جباية لونها السمنة او الزبدة بتديها لون دهبي كده وحبت الزيت انا ساعات بخلط يعني بحط مسلا اه الاغلبية اه سمنة او زيت وممكن احط معاها معلقتين او تلاتة من الزيت طيب ليه بيدي الكيكة لمعة وفي نفس الوقت كمان بيدي له ايه يعني بيدي لها هشاشة كده لكن السمنة بتحتمز بقى فيها على الطعم كله حبة بقى تحطي كله زيت زي ما قلتلك مفيش مشكلة تمام حبدأ بقى هنا دوبك اول لما حطت دي حدلها لفة كده بالمضرب بسرعة وخلاص على كده والنحية التانية كده طب ليه ما حطتش المقدير كلها على بعض وايه وقمت حطها كلها وضربها مرة واحدة بيني وبينكم قلت حط ايه اه كل مقدار لوحده علشان تعرفوا المقدار بيبقى قد ايه بالزبط تعالوا نقول المقدار تاني براح تلات بضغط كبية ونص من السكر اه نص معلقة من الفانيليا او كيس من الفانيليا وحطيت معلقة خل وكبية لربع من السمنة او الزيت على ثمنة او الزبدة اي حاجة وحطيت علبة من الزبادي اللي هي الحجم الكبير وبعد كده حطيت كبايتين ونص من الثقيق عليهم كيس بيكينج بودة طيب ما عندي كيس زبادي ممكن تعمليها بلا بان روي باردها تديكي نفس النتيجة حبدأ بقى ايه دهنت القلب بتاعي سمنة كده وبعدين نزلت بالخليط كده في سواء في القلب ده او القلب ده وحدخلهم الفرن على درجة حرارة امتين وتمانين وكده الكيكة خلصت معي هتشوفوها بقى دلوقتي لما تطلع بس احنا لسه هنعمل كيكتين عايز اقول لكم اللي انا انا كان عندي اوردرين الاولاني اللي هي لك الحلويات دي كام كيكة كده وقلت ايه اعملهم عايز اقول لكم انا ما كنتش هصور الفيديو والله انا قلت لا انا عملت الوصفات دي قبل كده بس ايه بلاش اصور بس بيني وبينكم ايه اا قلت انا ااا وحشتوني ما نزلتش معكم فيديو مبارح فقلت ايه bla اصوره وفي نفس الوقت ايه اسلم عليكم بما اني ما نزلتش معكم فيديو مبارح تمام؟ تعالوا بقى هنا ندخل على الكيكة الثانية حطيت ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة للغرفة عايز اقول لكم بارغة درجة حرارة المطبخ يعني هي مش درجة حرارة احنا اعني نقصد اللي احنا بنسيح في المطبخ. المهم ربع كيلو من الزبدة عليهمربع كيلو من السكر البدرة ونزلت عليهم بإيه بقى؟ بمعلقة صغيرة من الفانيليا مع 3 بيضات بيضة بيضة يعني ضربت السكر مع الزبدة الأول 250 من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ على 250 جرام من السكر البودرة مع معلقة من الفانيليا وبعد كده 3 بيضات بيضة بيضة بعد كده بقى نزلت بالدقيق ديه 375 جرام من الدقيق معهم نص كيس بالبيكينج بودة تقريبا عندنا فرح في الشرع تقريبا يعني المهم ربنا يفرح الناس جميعا كده بقى الكيكة قد طلعت كده زي ما انتم شايفين بصوا طلعة مشاء الله لونها تحفى حاجة كده يعني جبارة طيب كيكة الزبدة اللي انا بعد كده بقى كيكة الزبدة اللي انا عملتها حطتها في درجة حرارة 160 كيكة الزبدة بتدخل على درجة حرارة اقل من الكيكات العادية تمام هنا بقى الكيكة الشيكة طلعت اللي اتنين بصوا مشاء الله يعني تحفى طبعا بقى الحاجات اللي اتقشرت دي من مطرح ما انا بقلب الكيكة دي طبيعية يعني بصوا بقى الكيكة هشة زي وانا بضغط عليها بايدي شايفين يعني والله ما تقولوش اللي هي كيكة شاية عادية تحسي كده اللي هي اللي هي كيكة كيكة سفنجية كيكة جبارة بتتغاطي عليها شبه السفنجة وطعمها بقى جبار هنا بقى كانت الايه الكيكة الزبدة طلعت وهنا بقى قلبتها وشيباشين منها وقرة الزبدة بصوا طحفة عملالكو فرح وانا بسجل كده في فرح فمش عارفة بقى حقفل لغاية لما يخلص ويجع معكم تاني اكمل معكم بقية الفيديو تعالوا بقى ايه بعد لما الفرح كده ايه الصوت هدر كده قلت ايه اكمل التسجيل معيكم تعالوا نشوف هنعمل ايه نبصوا بقى انتفاكرين مش انا قلت لكم في اول فيديو الفيديو عندنا النهاري ده حلو وحادق احنا خلصنا الحلو والأوردر يتسلم تعالوا بقى ندخل على الحادق وايه وحنعمل منه أوردر هو حيتسلم برضو بس في معاية نتأخر شوية وبردو حنعمل منه غدا الفيديو ان شاء الله يعجبكم جبت بقى هنا توصى وحطيت فيها اه شوية من الزيت لأ توصى وحطيت فيها مكعب من الزبدة وحطيت فيها ايه شوية من الزيت ونزلت ببصلتين كده فريمون في الكب وعسبهم لغاية لما ايه يتحمى وياخدوا اللون الدهب. اما الحلة التانية قمت حط فيها ايه برضو نص كباية من الزيت ونزلت ببصلتين كده فريمون في الكبة برضو وعسبهم لغاية لما يتبالوا معي. وبعد كده هنشوف هنعمل فيهم ايه. عايز اقول لكم انا بسجل في القوضة من غير مروحة ومش بشغل المروحة علشان بتعمل صوت وبتطلع في الصوت بيطلع في التسجيل. عايز اقول لكم الحر مش طبيعي يعني بجد والله الحر مش طبيعي يا جماعة. يعني بجد نتورة عملي ما بيحبش الصيف. يعني هو ما بيحبنيش كمان الصيف. السنة دي بقى انا خلاص يعني نفسي افتحيني واغمان عيني الا الصيف خلاص. ولا عايز اخرج ولا عايز اتفسح ولا بيهواني اللي انا انزل من البيت اصلا في الحر لولا الشغل واللي انا بجيب طلبات الارضيات. والله ما كنتش قمت من قدام المروح. تخيلوا بقى حد ما بيحبش الصيف طول عمرو. واقف في المطبخ طول يعني كام ساعة. طول اليوم واقف في المطبخ مع الحلل والبتجاز والاي والفرن. يعني ايه الحر مضاعف ربع. فبجد يعني ولا يوم من ايام الشتاء. اه ببقى تعبانة وبشتغل وكده لكن فيش وجه مقارنة. الواحد بيشتغل في الشتاء وبيتدفى. في الصيف بقى. هنعالج الحر ازاي? يعني مش عارفة الصراح. حد يقول لي لاني خلاص جبت اخر من الحر. المهم الحمد والله اكيد كلنا يعني مش عارفة. انا امي بتحب الصيف. مش عارفة ازاي. انا بعود استغربة. بقول لها ماما بتحب الصيف في ايه? ايه? في ايه يتحب? المهم. تعالوا بقى نرجع نشوف هنعمل ايه? بصوا بقى. هنا بقى انا لما حمرت البصل. والدبل كده ومتنازل عليه بايه? بشوية من رز حوالي نقول ايه? يعني نص كيلو او اقل من نص كيلو ربع كيلو شوية كده. وشوحت بقى رز مع البصل كده زي ما انتم شايفين. وحبدأ انزل عليه بالتوابل. حنزل بقى عليه بتوابل ايه? ملح وفلفل اسود ورشة من القرفة. وحبدأ بقى اشوح فيه زي ما انتم شايفين كده لغاية لما ايه? يتشوح كله مع بعض ويقيه ويفال في الكده. وبعد كده حنزل عليه بمعيار المية وكده رز خلاص. هنعمل بقى حشوة. هتعرفوها معي ان شاء الله تعجبكم. اما بقى الحلة التانية اللي حطيت فيها البصلوية بعد بقى لما دبلد كده قمت نازل عليها بكيس من الصلصة. وعودين كده من النعناع في رشة قطعتهم وبعدين نزلت بالتماطم. الطماطم ده اقتراه في الخلق في الكب. وعسيبها بقى تتسبك بالطريقة العادية. معها شوية ملح وشوية فلفل اسوط. عايز اقول لكم لما بتحطوا نعناع في المحشي سواء في الخلطة او في التسبيك اللي هي الصلصة او في الخلطة اللي هي على الناي اللي احنا بنعملها اللي هي للخضر على الناي. انا بحطي في الاتنين. عايز اقول لكم المحشي بيبقى جبار. ومحشي الصيف كده ما ينفعش من غير نعناع. بتلاقي ريحته كده جبارة. هسيب بقى الصلصة دي تتسبك. وبعد كده تعالوا نروح على البطريقة. على الرخيم قصدي. معي بقى كمية من الوراك. بصتوا بقى. هنعمل الوراك بتدبيلة حلوة صنية في الفرق. وهنعمل كمان وراك الاول حمام الكذاب. عشان كده عملت رز بتاعه. تمام? جبت بصلوريا كده وضربتها في الكابة مع شوية ملحة وشوية فلفل اسود وعدعكهم بقى مع بعض كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى حنزل عليه امسك بقى الوراك ديت انا بخليها الرجل يعملها لي حمام كده. انسي بتروحي عند بتاع الفرق بتقول له اعمل لي الوراك حمام كده. هو بيضوبك بيشلك العضمة بتاعت الدبوس والعدمة بتاعت الوراك وخلاص. تمام? لو مش بتعرفي تعمليه خلي بتاع الفرق يعملولي. سهلة جدا. وبعد انتبلتها بقى بالبصل بالملح والفلفل وحاسبها. التدبيلة التانية بقى. حطيت بقى طماطم وبصل وفلفل كده في الكابة وضربتهم مع بعض. زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه في التدبيلة دي بعد لما يضرب. يعني بصلتين كبورة على طماطمتين. وايه? وقرن فلفل. بعد كده هنزع عليهم بشوية زيت وشوية خل وملح وفلفل اسود ورشة من القرفة بسيطة. ورشة من ايه? بوهرات الفراخ. بس وشكرا مش هحط التوربل تاني. يبقى ملح وفلفل اسود. ورشة قرفة ورشة من بوهرات الفراخ. بعد كده بقى حطيت ورق لوري. هحط كمان في الاخر خالص بعد لما تبل الكلام ده كله مع بعضه. هتبل بقى الوراق تحت الجلد وبصه يعني هشربها من التجبيلة. هقوم حطة بقى عليها ايه? اه لو عندك زعتر يحطي عود زعتر عندك روز مير يحطي لو الفرشة. ده لو ما عندكيش استكفي كده. عايز اقول لكم هتاكلوا بقى صنيت فراخ او ورق في الفرن جبارة. طريقة حلوة جدا وسهلة ومش محتاجة بقى مكونات يامن. وحدخلها بقى الفرن بس انا مش هدخلها الفرن الاول. انا سوتها على البوتوجاز. على عين البوتوجاز لمدة نص ساعي. لغاية لما استوت على عين البوتوجاز. وبعدين دخلتها تحت الشوية. هنا بقى حنعمل خلطة المحشي زي ما انتم شايفين. طبعا انفرامت بصل وطماطن في الكبة وقارنين فلفل وكم عود نعناع ونص كمية الخضر. وبعد كده بقى غسلت الرز وحطيت عليه الصلصة. وبعد كده هروح ايه? احشي كده على الجنب بتكون ايه? جنب المروحة يعني. وهنا بقى كان الرز استوى زي ما انتم شايفين بصوا بقى لونه. لونه ده بقى بيرجع للايه? اولا البصل اللي انت بتشوحيها بتخليها لونها دهبي وفي نفس الوقت الايه? لما بتشوحي رز بعد كده مع البصل. هنا بقى حب دقيق احشي الحمام كده بحط الحتة بتاعت الدبوس دي بتفضل اتدخلي فيها رز. يعني انا بعتزر لان الكاميرا ما كانتش ما كنتش وقد بقى لي اللي هي مش جايبة آآ وانا بحشي. بس انا بحشيه بالمعلقة. هو سهل جدا. وبعد كده ايه? بلفه على بعد كده وبخلة اسنان بتقفليه وخلص. الاوردر اللي مطلوب النهار ده مش مطلوب اللي انا سويه. آآ يا دوبك بس هي عايزها كده مش نستوي عايزها متجهز على التسويه. فانتي بقى حابة هنسويه زي هو هو كده في الصينية زي ما احنا هنعمله هنجهز ونحطه في الصينية ويا دوبك عنا حطله بقى حط زبدة او معلقة سمنة بلدي فوق الوش. حابة تحطله بقى شوية زيت مع معلقة صلصة وتدهيني وشه. ممكن تحطيله لونزع فرون مع شوية زيت او شوية مية. اي حاجة تحمر الوش وممكن ما تحطيش اي حاجة. دوبك معلقة سمنة بلدي وتدخليه الفرن وخاص. عنا حابة بقى حطه كده زي ما انتم شايفين. بصوا الدني شكل الحميمة. رشد فلفل اسود فوق الوش كده وخلص. هنا بقى كنت حشية المحش بقى وسويته وعايز اقول لكم انا بسوي المحش البتنجين والفلفل والكوسة من غير ولا نقطة مية. يعني والله يا جماعة جبار. جربوا ان شاء الله يعجبكم. بصوا بقى المحشي طالعه عامل ازاي? رز كده مفلفل وهو طعمه خطير بالنعنع. والورق العناب حشيته برضو. وادي بقى الصينية الفراغ دي طبعا هعمل جنبها رز كده وايه? وخلاص. وده بقى كان الوردر بتاعنا اتمنى يعجبكم حاجة بسيطة كده وخفيفة. طبعا ما حبيتش بقى ايه احطه في العلب علشان ايه? علشان كان حيبرد. فانا سيبقى اقول تصوره وبعدين في الاخر يخلص احطه في العلب قبل ما يقيه يجي على طول. عشان لو محتاج اللي انا سخن. بس اكتبوا لي بقى يكون في الكومنتات وكان فيه سواء لكم انت عايزة ارد عليه الكفتة رز بتكش. بيبقى في اللحمة بتبقى نسبة الدهون العالية اللحمة المفرومة. افضل حاجة اللي انت لما تجيب اللحمة هاتيها قطعة حمرة وفروميها. وبعد كده انت فرومي معاها ليه. بس واشوفكم فيديو جديد.